ترجيحات نيابية بوصول جداول الموازنة إلى اللجنة المالية النيابية منتصف الأسبوع المقبل بعد إنجازها من مجلس الوزراء الذي عامل على تحديث خطط المشاريع وإضافة الأخرى وفقاً للمنهاج الحكومي وصلت الموازنة إلى 206 تريليون والمفروض خلال الأسبوع القادم مجلس الوزراء يصادق عليها ويحولها إلى مجلس المواب حتى نصوت عليها وتمشي إن شاء الله ولكن أرجع وأقول المفروض بوزارة المالية أن تطلق الصرف للوزارات للمحافظات هناك نهضة حقيقية وهناك رغبة لدى رئيس الوزراء وتوجه بهذا الاتجاه يعطل بعض الأحيان بسبب تأخير الصرف اللجنة المالية النيابية التي تكثف متابعتها مع الحكومة للتسريع بإنجاز الموازنة والبدء بتدقيقها فنياً في اللجنة المالية لضمان عدم تأخيرها في البرلمان وإطلاقي يد الحكومة ووحدات الإنفاق باستئناف عمليات التمويل والصرف للموازنتين التشغيلية والاستثمارية لا يمكن الاستئناف الصرف إلا بعد المصادقة على الجداول وبالتالي هذه الفترة تعتبر تأخير وسيتم صرف بعض منها بأثر رجعي وقد يكون هناك بعض الآخر سيتم خسارة الفترة اللي مضت من عندنا باعتبار عدم توفر تخصصات مالية لهذه الفترة وبالتالي يجب أن يكون هناك سراع في رسال جداول يفترض أن يتم الاعتماد على المصروف الفعلي من السنة الماضية وعلى لا يتم إصدار أو إرسال جداول موازنة تخطيطية أعلى من التي يمكن تحقيقها وحتى لا يكون هناك الحرافات في نسبة الإنجاز ووفقاً للسياقات الدستورية وقانون الموازنة في المادة السابعة والسبعين منها فإن مجلس الوزراء يرسل الجداول في نهاية كل سنة مالية وتقوم اللجنة المالية بتدقيقها وإجراء المناقلات داخل الجداول إذا تطلب ذلك وبعدها تعرض للتصويت والمصادقة في جلسة برلمانية واحدة سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد